نهاردة الأهلي والزمالك هيلعبوا مباراة في قمة الدوري الممتاز المصري الأهلي بيسعى لإستمرار الصحوة عقب رحيل مسماني والزمالك بيسعى الحفاظ على قمة الدوري خلينا نعرف أكتر بقى مع حضرتكو عن المباراة تشكيل متوقع من ناقد أرياضي محمد عفيفي منوارنا في الستوديو محمد صباح الخير عليك ودائما نضيف عزيزة علينا في صباح الخير صباح الخير جمالة هنم صباح الخير وستاذ محمد صباح الخير على كل مشاهد صباح الخير مصر أينما كانوا في بداية يوم استثنائي لأنه في القمة رغم الظروف كلها في الكرة المصرية إلا أنه هو الوجه الحقيقية للكرة المصرية في الجابهة الداخلية نتمنى توفيق للجميع إن شاء الله نتمنى توفيق للجميع بسمين ليه أفضلية النهاردة من وجهة نظر الأهل ليه الغيابات مؤثرة في الزمالك أكتر الغيابات مؤثرة بشكل كبير أوي في نادي زمالك الأهل هيغيب معايا دي عنجة عنه في نص الملعب النهاردة أصيب مع منتخب بلاده منتخب مالي في المباراة الأخيرة كادمة في الرجبة مش هيقدر أنه هو يشارك النهاردة فهتأكد غيابه لكن الأهل الأسماء اللي موجودة من غير ضغوط بيلعب النهاردة الناس كتير اتكلمت من زميلنا في المجال العلامي عن أنه لا الأهل مضغوط سامي قمصان مش هو المدرب الأساسي وعرف كده كده أنه هو مش مكمل فعليه ضغوط كبيرة لا لا خالص سامي قمصان لو خسره النهاردة أقولك ده مدرب احتياطي الراجل ما كانش موجود مش مطالب بالفوز العيبة نفسها في حالة من الراحة أكتر مع مجموعة من العناصر اللي موجودة الأساسية اللي بتلعب بشكل مستمر وبتقدم بشكل كويس فأعتقد أنه لا فيه ميزة أكبر طبعا مباراة القمة خارجة عن إطار النهار المتوقع لكن فيه أمور فنية بتدي حق كده إنه لا فيه فيه أفضلية ما قدرش أقول النفس النتيجة بترددر الأول خمسة ثلاثة تتكرر أو النادي الأهلة هيكون مسيطر بشكل كبير ولكن طريق حامل لما يغيب من نص ملعب نادي زمالك آه مؤثر مؤثر كبير قوي لأنه لما ديانج ما يكونش موجود في نص ملعب الأهلي السلية أو حمد فتحي تؤال قوي وخدوا راحا معدل المنتخب ومباراة القمة لها تهيئة سيجلوشية مختلفة كمان عكس نادي زمالك نادي زمالك دلوقتي هو إحنا أصلا مش عارفين جوزبالدو بريرا البرتغالي المدير الفن نادي زمالك هيلعب أني طريقة لعب طب هيلعب ثلاثة وراء ولا أربعة طب لو لعب أربعة هيلعب بالراجل مثلا محمد طرق اللي هو الصغير اللي طالع من فريق الأمل أو من قطاعات النشئين في نادي زمالك ولا هيلعب بعبدالله جمعة مثلا اللي هو بلعب بشماله هيلعب ناحية المين ويخسر أو يحط مثلا الإمام عشور ناحية المين ويخسر جهوده في نص الملعب كلعب مسدد بشكل متقن تايه شوية وعلى الشعر زي ما بقول كل مرة جوزبالدو بريرا أو الزمالك تحديدا مش هيكون له حلول كتير نهاردة وعلى الأغلب هيسيب للسحواز النادي الأهلي ويلعب على هجمة مرتدة أو تشغيل حبتين الكريز الموجودين أو النجوم الموجودة أرضنا عشرة بن شرقي في الجهة اليسرى وزيزوا في الجهة اليوم دول هم اللي عليهم العين أن هم يشغلوا أو يعملوا الحركية الهجومية بتاعت نادي زمالك لكن الزمالك قد يكون عنده دافع في أنه يحافظ على صدرته للدول بتأكيد 100% لأنه فوزه النهاردة أولا أنه الأهلي لاف 17 مبارئ إن زمالك لاعب بشرين لو الاثنين تساقوا ممكن الأهلي لو كمل التلت مبارئة حتى لوصول عدد مبارئات الزمالك هيبقى فيه خمس نقاط لصالح نادي الأهلي لأنه زمالك ضايع فرص كتير أو ضايع نقاط كتير وهو ماشي في السكة فوزه النهاردة زمالك فوز مهم أولي اللعبين والدوافع الموجودة عندهم آه دوافع كبيرة جدا وكمان الحوافز المادية اللي خرجت من مجلس صدارة نادي زمالك إنه لازم اللعبين يفوزوا هيخذه حوافز مادية ومجلس صدارة نادي زمالك في الفترة الأخيرة بيدي حوافز مادية كبيرة حتى مش بس في كرة القدم والله في الفوليو في الهانبول وحاجة مختلفة كده شوية ففي حالة من إنه امشي مع دماغ العيبة العيبة عزائية دلوقتي بس الأهم الكلام الكتير ده يترجم لكلام كبير على أرض الملعب جمهور الزمالك مش هيستحمل إنه يخسر خسارة جديدة من نادي الأهلي في موسم واحد وزي ما قلنا الأهلي نهاردة بلعب بدون ضغوط يعني لو خسر هيبقى فيه فكرة إنه المدري فاني لسه ماشي عندك مباريات كتير تقدر تعوض مباريات القمة عافية ما ينفعش إنه ألا عليها بيضا ضغوط وأنت عارف كده كويس لأ ما هي في المائل لأن فيه ضغوط من الجماهير وأنت عارف ده الأهلي وزي ما لك الجمهور نفسه وصح الصبح كده حاسن فيه يوم مختلف حتى لو الظروف بتاعت الكورة المصرية مش حلوة بيفصلوا طبعا تهيئة تحديدا القمة زي ما قلت الأهلي وزي ما لك بس هرجع بعد معاك لنقطة أنت كلمت فيها فرارة وزمالك وما فيش في إيده كروت كتير لكن يعني خليس ألك عن السيناريو الأقرب من وجهة نظرك هيلعب إزاي النهاردة من وجهة نظرك الزمالك الزمالك على الأغلب إنه مش هيخاطر في استحواز الكورة هيسيب استحواز الكورة للنادي الأهلي علشان يسحابه لقدام يعني عايز مثلا إنه واحد زي علي معلول يطلع له فيسيب مساحة في ظهره يقدر إن هو يحرر واحد زي أحمد سايزيزو علشان ياخد كورته من على الجناح ويبدأ يبقى فيه مساحات يقدر يشتغل من خلالها بمهارته الفردية أو قيمة المهارة الفردية اللي ما تخدم بقى الأداء الجماعة ونتيجة بإجابية فكرة إنه مش بس إنه هو يسدد أو يخدم كمان على هل هيلعب النهاردة بعمر السعيد كسترايكر صريح كمحطة ولا هيلعب بمهاجم وهمي ينزل أوباما مثلا وينزل أشرب بن شرقي كمهاجم وهمي كشايد سترايكر موجود في القلب بتحركات حرة ممكن يرهق دفاعات النادي الأهلي ونادي الأهلي نهاردة على الأغلب هلعب برامي ربيعة وياسر إبراهيم مش هيخاطر لأنه سامي قمصان من الكلاسكيين يعني مثلا النهاردة مش هنشوف بيرسي تاو على سبيل المثال اللي هو كان الحاجة الأساسية اللي موجودة والآيكونة بتاعت موسيماني في الفترة الأخيرة فعلى الأغلب محمد شريف هو اللي هيبدأ هو بيوثق أكتر في اللعبين اللي هو عارفهم واللي هو بيضربهم مشاكل كويس أنا شايف أنه الأفضل لنادي الزمالك أنه يلعب بتلاتة وخمسة في نص الملعب بلاش يجازف قوي لأنه صحيحة يسيب للإستحواز وهيلعب على فكرة أنه يطلع النادي الأهلي من قواعده ويبدأ يلعب على الهجم المرتدة لكن لو ساب كتير الإستحواز للنادي الأهلي ممكن الأهلي يكرر فرص ومحاولات ويبدأ أنه هو شكل خطورة لغاية دلوقتي أنا مش عارف مش تقيله مالكة يعني سبالدو بريرة حتى لما بتكلم كده عن فكرة التشكيلة طب ممكن يلعب أوباما ولا لأ طبعاً الجزيري بره كمان سيفيدين الجزيري عنده إصابة محمود علاء عنده إصابة كسر ديباك طب مين اللي يلعب بمحمود علاء لأنه على الأغلب كمان محمد عبدالغاني عنده إصابة وهيلعب على الإصابة طب هيقدر يكمل المباراة بنفس الشكل مع الضغط اللي ممكن يعمله إلعابي النادي الأهلي والتحرقات المرهقة من محمد شريف في أسئلة كده ما بقتش يعني إلقاوك ونبنى يعني النادي الأهلي ممكن أقولك التشكيل وقدر أتكلم فيها لكن الزمالك في مشكلة مشكلة كبيرة لجولفالدو في ديريرا وعليه إنه يحط قوام ويحط ثقة فيهم ويتكلم معهم إنه أنتوا لازم تأدوا بأفضل شكل لأنه الغلطة هتبقى بورطة في هذه المباراة هو واضح أنه هتكلم معهم فعلا لأنه شوفنا أخبار مبارح بتقول إنه أخد منهم الموبايلات بدري عشان معي تشوية الحركة آه يعني هي قديمة ولكن يعني بيشدوهم برضو أو إنه هم ما يبقاش فيه تشتت يبقى فيه تركيز فقط على ما يحصل في الملعب هيتعامل معهم إزاي إحنا طبعا مفاكرين مواجهات الأهلي والزمالك في حضور كفيريرا في 2015 لو تفتكر كان متفوق كان متفوق فيه الكياس لكنه خسر في الدورة في كاس السوبر المصري بالضبط كده فإزاي هيتعامل النهاردة في هذه المباراة أنا شايف إنه هيتعامل زي ما قلنا بفكرة إنه يترك الإسحواز ويبدأ يلعب على إطار التكتيكي إنه لازم يخلق مساحات لأشرب بن شرقي وأحمد سايزيزو هجو ميا في نص ملعب لازم يعمل زحمة فكرة السورز أو المصادر اللي بتطلع الكرة المتقنة من لعابي نادل أهلي لازم تتحجم اللي هي تتقابل من بقري ما بقاش فيه حرية بناء الهجمة للعابي نادل أهلي لأنه لو بنوا بشكل مرتاح هيبدأوا يحرروا إن بدأ نهاردة طهر محمد طهر أو حسين الشحات في الجهة الأخرى أحمد عبدالقادر الشغل اللي لازم يعني لعابي زي دي ما نفعش يبقى قدامها مساحات بالمرة أول مسلم الكرة لازم يضغط عليه بواحد واثنين ده لازم يكون فيه شغل عالي قوي على أرض الملعب الفكرة بس في إنه طيب محمد طرق هيلعب أربعة ولا هيلعب تلاتة ويحط عبدالغاني والونش وعبدالشافي ودور عبدالشافي مهمة جدا عبدالشافي في الجهة اليسرى لو نزل به أنا شوف إنه يلعب بأشرة بن شارقي وزيزو على طرفين ويحط عمر السعيد لأنه عبدالشافي عنده انطلاقات من الجهة اليمنى وعلى الأغلب محمد هاني هو اللي هيكون موجود مفتكرش إنه سامي قمصان يلعب كريم فؤاد رجم متقلق كريم فؤاد في الفترة الأخيرة وانطلاقاته الهجومية لكن بيسرح بيسرح هجومية لما بيسرح بيطلع ممكن يدخلق ورام ساح طلع فيها عبدالشافي لو حد مسنده من نص الملعب هيعمل عرضيات والعرضيات ممكن تشكل خطورة لأنه عنده بورج بن الأبراج اللي هو عمر السعيد ومتقلق في الفترة الأخيرة واخد ثقة طوعين جوزفالدو فيرير ودي تدي له ثقة أو كريدت إنه هو بيلعب على الأرض الملعب إنه لأ أنا هسجل طالما أنت عندك الثقة فيها فأنا شايف إنه طالما عبدالشافي يلعب النهاردة وهيبدأ فيه الجهة اليسرى النهاردة في غياب فتوح كده كده لأنه مصاب أيضا يلعب بعمر السعيد ويخلي المباراة على عرضيات وعلى كرات ممكن من خلالها أن يخطف المباراة الأهلي لو عايزك سبعتين المباراة لازم يضغط من البداية ويخلص من الأول زي ما عمل في مباراة التجاب وإلا هيعاني بشكل أو بآخر حتى لو استحوز هيبأ استحوازه سلبي لو زي مالك عارف يتحكم في الركم ويقدر إنه هو يخلق قدرة أكبر في نص الملعب إنه الأهلي ما عرفش يبني بناء محترم زي ما حصل في مباراة كتير حتى أمام فرق صغيرة في الكاس كان مع استحواز لكن مش عارف يعمل حد وبيخلص بصعوبة جدا طيب عفيفي يمكن فريرا مؤخرا في حديث حول أداءه يعني في عدم رضا عن أداءه لو النهار ده الزمالك خسر تفتكر ممكن يحصل أزمة فنية عن نادي الزمالك زي ما شفنا الأهلي بعد رحيل موسيماني أنا مش عايف إنه الأهلي في أزمة فنية بعد رحيل موسيماني إن الأهلي لم نفسه وخرج الموضوع بشكل شيء وخلص إنه سامي قمصان هو اللي موجود أنت عارف إن أنت تبقى رجل مؤقت لكن كمل بشكل كويس وسامي وصلنا على فكرة من الناس اللي هي بتفهم كورة يعني اللي بتابعه كويس عنده كورة حدوة جوزفالدو فريرا تاريخ خلص حاجات كتير أو مش عايز أقول في حاجات كتير أصبحت محروقة نسبيا أنا مش بس بما أنا بتكلم مش عايز أحسس الناس ماء للأهلي أكتر خالص والله أنا بتكلم بشكل عام نحن نكلم بمنتهى الحياة دي حقيقي لكن جوزفالدو فريرا مش مش المفروض إنه يخلق أزمة الكورة المصرية الكورة المصرية مين بيديرها الاتحاد ولا الربطة كورة المصرية وقفت على ركلتين جزاء بقينا من مشروع وأحسن منتخب ووصيف أفريقيا ومنتخب جامد جدا وحاجة اللي بقينا لا مشروع ولا عارفين حتى بيقولوا نحن مش عارفين لعبتنا توقف كورة دي أسوأ حاجة في الكورة أنا مش عايز أبقى قاسي شوية لكن لما تحط مشروع انشي عليه كمله بالسيق قبل الجيد صلح من أخطائك وكمل لكن اللي بيحصل في كورة المصرية هو اللي خلى جمانة هانم تتكلم عن إنه هو لو خسر لزي مالك يحصل أزمة المفروض لأ الرجل جاي هيكمل عقده الرجل جاي مكمل للموسم خسر المبرأة إيه المشكلة؟ طب ما خسر زي ما أنت قلت خسر من الأهلي في الموسم اللي جاب فيه اللقب 2014-2015 اللقب كان رقم 12 في الدوري ومع ذلك فاز باللقب الفكرة في إنه يديني مشروع يديني مخطط لكن الكلام المحروع من أعدام أجل صدارة اتحاد الكورة اللي نفسه بيتقال في كتير من الأندية الكبيرة اللي المفروض ما تلعبش بأعصاب جماهرها طب ما هم من موسمين يورجن كلوب خسر كل حاجة في ليفر بقول هل مش شو؟ بس ده مش سيستم الزمالك يعني مش ده المزوم اللي مش على زمالك السيستم اللي لازم يكون موجود حط لي مشروع وحط لي ناس بتفهم وبعدين بقيت على تكلم معي حط لي مشروع على أساسه أختار أصلا المدير الفني فأنا اخترت المدير الفني على أساس مشروع ووارد الكورة زي ما انت بتتكلم ايها مفاجآت صحيح ومش غلط ان جوزفالدو فريرا يرجع تاني زمالك في مدربين كتير آه راحوا راجعوا بس مثلا مثلا ما انفعش مثلا المدير الفني السابق لمنتخبنا الواطنة يرجع تاني بس بس في كلام كتير وبلونات كتير اوي بتطلع في كورة انا بدخل الكورة المصرية لانه زي ما قلت في البداية كده انا بعمل انترو صغير كده بعمل حاجة كده بس الفكرة انه الوجهة الحقيقية للكورة المصرية في الجابهة الداخلية احنا عندها جابهة خارجية محمد صلاح والناس المحترفين ومنتخبنا اللي هو سواء السورة لكن وده سايكولوجيا ملعبين والله انها اتحط عليهم انه الجاز الفني ده لاصلح مش عارفتها هو كده لاصلح من الاول بس لما حطيته لازم تحمل مسؤولية اللي فات اللي هو هاب جلال يعني لكن انه في الجابهة الداخلية الاهل وزمالك هم الوجهة فمنفعش يبقى فيه كلام عن انه مباراة واحدة تخلي فريقي يستغنع المدير الفني ويضيع مشاريعه وافكاره انت مكمل انت مكمل ايما كانت النتيجة صلح من اخطائك المفروض ما يحصلش ازمة في ناية الزمالك ومفروض الزمالك بيضحث عن لقبه التاني على التوالي ويكمل المسيرة في دورة لانه حامل اللقب جمهوره عايز منه لقب جديد يقدر اه يقدر رغم ان الازمة انه مكانش فيه قيد لعب يخلص صحيح موجود في ناية الزمالك يستغلوا ايه يستغلوا بس الافكار التكتكالة يكون موجودة والانضباط والتهيئة السيكولوجية للعبين احنا خسرنا من اسيوبيا وخسرنا من منتخب مصر وخسرنا من المنتخب الكوري بسبب التهيئة السيكولوجية لعيبة كده كده رحل مطشو كان هالنقطة دي نتكلم فيها بقالنا فترة على فكرة صحيح ما هو لازم نتكلم فيها لانه لازم ناس تصحب مش كلامه خلاص للتهدئة عظيم حاجة زعل طيب نرجع تاني لمباراة القمة وكابتن سامي قمصان شايف ان هو لو احرص تقدم النهاردة وفاز في هذه المباراة ممكن الاهلي يعتمد عليه كمدير فني اساسي للنادي بديل مسماني ولا صعب صعب النادي الاهلي مش هيستسلم لمدير فني محلي وده الافضل دي قاعدة دي قاعدة وحتى في الرياضات الاخرى مثلا ما بيجيبش مدير فني من بره النادي اقول لك هاند بولو ولا فولو بطاق اقول لك ابن النادي بس بفعش مدير فني بتاع نادي نفسك في الكفرط القادمة اقول لك لا اجنبي اريح وارتاح حتى لو كانت نتائجه كويسة والخطة بتاعته وشكل العيب في الملعب كويس انا لسه اقيل من شوية نسامي قمصان من احد افضل اللي فاهمين كرة في مصر ده حقيقي ده مش بناء على المباراة الاخيرة ده بشكل عام من قبل حتى ما ييجي في جهاز نادي الاهلي ولكن لا ولا يصلوا حشان نبقى واقعين ما نحرقوش خليه استوي فنيين الاول يبقى زي حسام البدري يبقى زي الناس اللي هي تقلت كبرت وبعدين نقدر ان احنا نتكلم في انه يمسك الفريق الاول لكن دلوقتي هو مؤقت هو عرف نهو مؤقت ممكن يبقى بعد كده في الجهاز لكن مدير فني اجنبي صاحب خبرات اعتقد هو الاغلب اللي يكون جاي وما اتمناش من المدرسة الاسبانية اللي بدأ يتكلموا كتير عن مدرسة اسبانية مدرسة اسبانية برضو ما تنفعش غير فعل عاب الصلاة لكن لازم يكون فيه فكر عالي مختلف وقد تكون مدرسة برتغالية بالمناسبة انه فيه علاقات كويسة لكن على الاغلب مدير كسب خسر ان شاء الله يكرر نتيجة بتاعت الدور الاول وعلى فكرة المباراة دي لو الاهلي سجل فيها مبكرا هيفتح نتيجة تفتح وممكن تبقى نتيجة كبيرة لنادل اهلي نهارد لو قدر من هو يسجل ويفق لعابة نادي الزمالك على كل ان محمد احنا في انتظار نشوف مباراة فيها مهارات وفيها فنيات لان جماهير الكرة متعطشة عندنا حالة من الاحباط نتيجة اداء الاندية المحلية في الدوري وبرضو اداء المنتخب فاحنا محتاجين نشوف فنيات في الملعب احنا محتاجين نشوف فعلا في خطة بتتنفذ ولعيبة فعلا ماسكا كرة هو ده اللي جماهير الكرة محاجحنا ان شاء الله هو ده اللي احنا فعلا محاجحنا شكرا جزيلا طبعا الناقد والمعلق الرياضي محمد عفيفي شرفتنا شكرا جدا شكرا